السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأت شهرته في الحرب العالمية الثانية لما أمريكا طلبت منه يعمل غذاء للجنود المحاربين يعني اللي كانوا في الحرب وهذا الغذاء لازم يطول مدته يعني يطول أكثر وبرضه يكون خفيف الحمل ويغذي الجنود تغذية سليمة فطلع هذا الغذاء اللي بعطي للجندي ثلاث آلاف ومتين كيلو كالوري وبالإضافة إعطاهم السقائر وهذه السقائر كانت مشهورة يعني في الستينات والخمسينات كانت مشهورة حتى الأطباء نفسهم كانوا يشجعوا على التدخين واللي تقريبا العالم الآن كله ضد التدخين وإن شاء الله العالم كله راح يصبح ضد السكر وضد خرافات الطب الحديث اللي اخترعوها لسبب أو لآخر في عام 1955 أصيب بجلطة الرئيس الأمريكي ذلك الوقت وهذه كانت السبب في صحوة الأمريكان لوجود الكوليسترول والنوبات القلبية وما شابه ذلك لأن أجدادهم ما كانت عندهم هاي المشكلة لكن في 1955 أعداد الناس اللي عندها الجلطات وعندها مشاكل صحية كان في تزايد مستمر تزايد مستمر لدرجة أنهم لازم يلاقوا حل في ذلك الوقت لازم يلاقوا حل فطلب الرئيس الأمريكي من العلماء اللي موجودين في ذلك الوقت إنهم يلاقوا شو السبب لارتفاع الأعداد في الجلطات القلبية طلعت نظريات كثيرة اللي بقول هذا نقص فيتامين اللي بقول هذا نقص فيتامينات معادن اللي بقول هذه نقص معادن اللي بقول هذا زيادة الضغط النفسي اللي بقول الناس اللي بتعصب كثير وهلما جر واللي بشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وقناتكم هذه تتحدث عن السكري وكيف تتعامل معه بدون أدوية أو أنك تقلل منها مع المتابعة طبعا مع طبيبك الخاص ولا تعتبر الفيديوهات اللي موجودة في قناتكم هذه لا تعتبر استشارة طبية وأيضا نقدم معلومات عن الأطعمة والمشروبات فإذا حاب تزيد معلوماتك وتصبح ملك من ملوك وعي السكري أقترح أن تشترك في القناة حتى يصلك كل جديد ويريد تدعمنا بلايك مشكورا وسنة 1955 لما أصيب أيزنهاور بجلطة قلبية أصبح الدكتور بول وايت الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت وهذا الدكتور بول هو صديق حميم لمين لمستر كوليسترول وبالدعم واللف والدوران خلى الحكومة تتعهد أنه يعمل أبحاثه يعني وعطته 2 مليون دولار كان يلقب بالسيد كوليسترول أو مستر كوليسترول ليش؟ لأنه مثلا ساعدنا على اكتشاف حل مشكلة الكوليسترول وارتفاعه ولا لأنه زاد الطين بله وضيع الملايين من الأرواح واللي كان أكبر مؤثر في مجال التغذية في تاريخ الطب الحديث إحدى هذه النظريات طلعها مستر كوليسترول اللي هو الدكتور أنسل كيز وأقول نظريات لأنه افتراض افترض طالما أنه الدهون الحيوانية اللي تأتي من الحيوانات هاي الدهون المشبعة طالما في هاي الدهون فيها كوليسترول فمعناه اللي بياكل ويتناول هاي الأمور لازم يجي جلطة قلبية وهذه خرافة من الخرافات الكثيرة اللي صدقها الناس واعتبرت كأنها حقائق ومش بس الناس اعتبرتها حقائق الأطباء بشكل عام كل الأطباء اتبعوها لمدة 50 سنة وأغلب البحوث اللي عملت بعد هذا البحث أو بعد هذه النظرية 90% منها يعتمد على هذا البحث اللي هو بحث ضعيف جدا ويحارب الآن من أطباء كثيرين طبعا العلم مش ضد كلمة نظرية لا ما في من هذا الشيء أصلا أي بحث علمي يبدأ بنظرية بيكون فيه وباء معين بتكون فيه ظاهرة معينة هذا تعريف النظرية هو شيء يفسر ظاهرة معينة فارتفاع ضغط الدم كثير مثلا ارتفاع الكوليسترولي كثير الجرطات عددها كثير شو السبب فالناس بتعطي آراء وهذا الرأي يعتبر فرضية أو نظرية إلا أن تثبت صحته 100% واللي فتها عيون بعض الأطباء شغلتين الشغلة الأولى أنه أكبر خطأ أنك تلوم غذاء قديم وتأكل الناس من آلاف السنين لأمراض حديثة هذا خطأ ويعني ما له شمعنا شمعنا الآن هذا واحد النقطة الثانية حاليا اكتشفوا البلاو اللي موجودة في البحث اللي عملوا هذا بعيدة بعيدة جدا عنها تكون علمية وكلها كذب واختراعات وادعاءات طبعا هو عمل البحث على 22 دولة 22 دولة اللي كانت مشتركة أو اللي عمل عليها البحث في هذا البحث لكنه اختار فقط 6 دول اللي تتفق مع كلامه أو اللي النتائج اللي أخذها منها تتفق مع الفرضية اللي قال وترك ال 16 الباقيات من 22 تركهم ليش لأنها تخالف رأيه تخالف هذا الكلام والآن سأشرح إن شاء الله طبعا المعلومات اللي أخذها من نتائج هذا البحث أو من نتائج هذه البحوث المعلومات اللي استخدمها 18 بالمية فقط وترك الباقي الباقي ما أخذوا ولا ذكروا ليه كمان مرة لأنه لا يتفق مع النظرية اللي قالها الخط العمودي بيعطينا نسبة الوفيات من الجلطات القلبية والخط الأفقي يعطينا نسبة الدهون المشبعة اللي موجودة في الطعام لاحظ السهمين الأخضر الأول والثاني واحد في هولنغا والثاني فرنسا هاي دول تستهلك الدهون المشبعة بشكل كبير لكن نسبة الجلطات القلبية كديش يعني منخفضة جدا ما لها علاقة يعني الناس بتستهلك الفات الساتوريت الفات اللحوم والدهون وكل الأمور هاي لكن نسبة الجلطات والنوبات قليلة جدا وأيضا البحوث تبعته هذه أثبتت إنه في فنلندا وأستراليا كانت نسبة الجلطات أو النوبات القلبية عالية وبرضو هذول الدولتين بيستهلكوا إيش الدهون المشبعة بشكل يعني بشكل كبير بس شوفوا الفرق أنت هذه ذكرها اللي موجودة عن أستراليا وعن فنلندا لكن لم يذكر اللي موجودة عن نيذرلاند اللي هي هولند وفرنسا ما ذكرها ولا باقي الدول الأخرى اللي فيها نسبة الدهون أو استخدام الدهون عالية وفيها نسبة النوبات والجلطات قليلة وهذا بحد ذاته إثبات إنه ملهاش علاقة الدهون المشبعة ما إلها علاقة بالجلطات والنوبات القلبية وهذه الخرافة تعتبر جريمة بحق البشرية كان المفروض إنه يتعاقب عليها ونظريته هذه هي أكثر نظرية فحصها العلماء بعده أكثر نظرية فحصت وكلهم كلهم بدون استثناء أثبتوا إنه كلامه غير صحيح طيب ليش البحوث اللي عملت بعده أثبتت إنه مخطئ ليش ما نشرت هيا رح نجاوب عليها بعد شوي واكتشفوا أيضا إنه ما قولتوا إنه طول ما بتاكل دهون أنت رح يجينا في دهون ولازم تبعد عن الدهون كل كلام فاضي كل كلام ليس له أساس من الصحة وأكبر دليل بالنسبة إلي على الأقل أكبر دليل أنا نفسي شخصيا طعامي تقريبا يوميا دهون يا أما بيض يا أما كبدة يا أما لحم يا أما دجاج يا أما سمك لا زبدة لازم لازم أكل دهون وخلال ثلاث شهور وزني نزل 27 كيلو في ثلاث شهور وما زال الحمد لله هيا شايف صورتي قبل وبعد وأنا الآن أمامك أمام الكاميرا يعني شوف الفرج فأنا بالنسبة إلي عندي قناعة مئة بالمئة إنه هذا الشخص كان عبارة عن دمار للبشرية حول الموضوع هذا الفيديو موجود في قناتك في اليوتيوب بإمكانك وبإمكانك مشاهدته في عام 1957 قدم البحوث ثبعته آراءه والكلام اللي بتكلم فيه لجمعية القلب الأمريكية ورفضته رافض تام ليه ما عندك أدلة علمية كافية هذا كلام في الهواء واللي كان مرفوض كلية في 1957 أصبح مقبول وموافق عليه من جمعية القلب الأمريكية ليش لأنه هذا أصبح عضو فيها وبدأ يقنع أربع خمسة منهم وكان عددهم قليل مش كثير يعني أصبح يقنع اللي حواليها دول أنه تصفوا تقفوا معي في صفي وهكذا كانت النتيجة أنه أخذ الموافقة على كل الكلام اللي بيقولوا وبعد ما حصلت الموافقة من جمعية القلب الأمريكية وبدأوا ينشروا ويوعوا الناس ويقولوا لأي ناس خفف الدهون إنسى الدهون ما تأكلش كوليسترول إنسى البيض إنسى كذا كل هذا لا تأكله بيّن في مجلة التايم الأمريكية وهذه كانت النقلة النوعية في حياته اللي جعلته مشهور جدا جدا ولو كان على خطأ وطلعونا قصة خالي الدسم أو قليل الدسم وقدم هاي النصيحة لأيزنهاور قدم له إياها وقال له أنت إيش في قلبي ولا يهمك أنا رح أدير بالي عليك وحطوا على خالي الدسم أو قليل الدسم اللي هي حمي قليل الدسم بعد فترة توفى اللي هو آيزنهاور وعنده السكري والضغط ونوبات قلبية كل شوية ومش عارف إيش والموت الأخير يعني سبب الموت الأخيرة غير معروف ليش إيجا هارت أتاك في ذلك الوقت كان في بعض الأطبة وبعض العلماء بقولوا يا عمي ما بيسير أن نركز إحنا بس على الدهون المشبعة ولا على الحل اللحوم ممكن تكون الكربوهايدرات ممكن تكون النشويات كان يقولوا هيك وغيرهم كان يقول السكر المشكلة في السكر مش في الدهون المشبعة ومنهم الدكتور جون يدكن هذا من بريطانيا ومن دول أخرى كانوا ضد الموضوع لكن المشكلة أنه أي واحد بيجيب السيرة هاي لازم ينطمس وحتى التاريخ بيقول أنه هذا اللي اسمه مستر كوليسترول كان يشتم هذا الطبيب وطبعا لا شركات الأدوية ولا شركات التغذية رح تدعم هذه الأقوال اللي بتقول السكر أو ممكن تكون الكربوهايدرات ما رح تدعم هذا الكلام ولا مصانع السكر ولا مصانع زيوت البذور زيوت البذور اللي بيسموها زيوت نباتية ما رح تدعم هذه الأقوال وليس ببعيد هذا طبيب من جنوب أفريقيا هذا لما وقف ضد الموضوع وقال لهم يعمل مشكلة كلها في السكر هذا قاموا عليه دعوة في المحاكم وتقريبا خسر رخصته كطبيب بس لأنه ضد هذا الموضوع يعني لأنه بيقول هذه الدهون المشبعة كلام خطأ الدهون المشبعة ممتازة ممتازة جدا نصحتنا الدهون المتحولة هي اللي يقولها مصائب رفعوا عليه دعوة وتقريبا راح أتمنه رخصته وأصبح الناس في كل العالم عندهم رعب من الدهون وطلعون الهرم الغذائي اللي بيقول لك لازم تأكل كل أكلك أكثر من نص أكلك لازم يكون كربوهايدرات وتبتعد نهائيا عن الدهون وشيء محزن أن العالم كله تبرمج على هذا الموضوع وهذا كتاب اعتقد ذكرته في فيديو سابق أو في حلقة سابقة هذا كتاب بيقول لك هذا أكل السكري هذا اللي بنصح فيه أطباء عرب لمرضى السكري هذا اللي ما عنده سكري يمشي على هذا الدليل هذا بيجي له سكري وبيجي له كولسترول وبيجي له ضغط وكل الأمور وكل أمراض متلازمة الأيد وكل هذه الأمور اللي انتشرت وتقبلها العالم كله هذه كلها ما فيها علوم يعني مش علمية فيها علم واحد جيدين فيه اللي هو التسويق اتطلع الشركات اللي بتدعم وزارة الزراعة الأمريكية اتطلع كم شركة كل الشركات المنتجة للأغذية احنا ما جبناه سلط المشروبات الغازية وغيره هذه فقط أطعمة شركة النسلو جامبل كلها يتدعم ايش وزارة الزراعة الأمريكية طيب كيف وزارة الزراعة تقول لك كلامنا غلط ما راح أقولولك كلامنا اللي صارنا بنكذب عليكو فيه خمسين سنة كلامنا خطأ ما راح يقوله هيك والآن خالي الدسم في كل مكان ادخل اي سوبر ماركت اي سوبر ماركت بتلاقي فيها قسم كامل خالي الدسم كل شي الحليب الزبادي الجبنة البسكوت الدقيق الخبز كل شي كل شي خالي الدسم خالي الدسم خلاص انتلت الأسواق الأسواق أصبحت مليانة وثابت في أذهان الناس أنه طالما أنه خالي الدسم أو قليل الدسم هذا معنى صحي طيب ليش اللي ماشيين على حمية خالي الدسم أو قليل الدسم عندهم أمراض كثيرة في القلب ليش شو السبب والكوليسترول في ارتفاع والدهون الثلاثية في ارتفاع شو السبب طالما أنه الدهون المشبعة احنا بناخدها مش نقول الدهون المشبعة هي سبب المشاكل طب احنا ما بنأكلها احنا ماشيين على دهون اللي هي ترانسفات بنماشيين على الدهون اللي انتم نصحتونا فيها لكن أمراض ما قاعدة بالزيد شو السبب اطلع على نسبة السمنة في العالم طلع على نسبة السمنة في العالم لو كانت الدهون هي السبب طب الناس اللي ما بتوكلش دهون هاي كيف قاعدة بتتزايد طبعا كل ما غمق اللون في الدولة بتكون نسبة السمنة فيها مرتفعة جدا واللي خلى الأطباء من بعد 2006 أو 2005 ينتهل الأمور بتلاقي طبيب التغذية نفسه سمين بتلاقي طبيب اللي بعالج السكري سمين بتلاقي اللي بعالج السمنة برضه سمين طب لماذا؟ معناه هو لازم يفكر طالما أنك أقسمت يمين أنك تساعد الناس طالما أنه أنت مش قادر تساعد نفسك كيف رح تساعد الناس فبدأت اليقظة بدأت الناس تبحث بدأت كذا والآن الانترنت زي ما قلت موجودة وكل إنسان بإمكانه يبحث ويجد الحقق يعني إحنا مش بالستينات والسبعينات المتحكم فينا كانت الإذاعة والتلفزيون غيره ما فيش هسا الموضوع مختلف تماما وإذا طبيبك مثلا زي هيك كيف رح أنت يكون عندك قناعة أنه هذا رح يعاجك من المشكلة عنده سكري مثلا عنده ارتفاع ضغط الطبيب نفسه عنده ارتفاع ضغط عنده سكري عنده سمنة كيف بده يحلي لك هاي المشاكل ما أظن وبدأ العديد من الأطباء المخلصين يكتشفوا إنه الأدوية أو العلم الطب اللي درسوه واللي انفرض عليهم في كليات الطب هذا كله من تصميم صناع الأدوية والأغذية والأمور هاي مال يعني مال مش أكثر وبرضو اكتشفوا إنه الكوكاكولة وبعض الشركات الأخرى رشوات وتدفعها للعلماء حتى يزوروا في الحقاق ليه؟ حتى يستفيدوا فلوس وهذول الثنين تبعين بي أنجي اللي هو بروكتر وغامبل هذول الدفعوا مليون ونص رشوة لمين؟ لجمعية القلب الأمريكية هذا نحن نحكي عن 45 أو 50 مليون في وقتنا الحالي ليش؟ عشان يقولوا للناس إنه الدهون اللي جاي من البذور وبذور القطن وبذور الذرة وا 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 أفضل من الدهون المشبعة لازم نتغير من دهون مشبعة للدهون الغير مشبعة وما أحد يتوقع إنه أي جهة حكومية في أي دولة كانت رح تقول لك إحنا أسفين 50 سنة إحنا كنا غلطانين وهسا بدنا نغير ونرجعنا أكل إيش أكل صحي لا تتوقع هذا ما رح يصير ما رح يصير أبدا ومهم جدا إخواني وأخواتي إنك تحمي نفسك أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر